اخش بقى على الوصفة بتاعة الرموش اللي انا انسيت اجيب لها المسكر دلوقتي انتي هتجيبي بصلايا هتغليها في ماء هتطلعي البصلايا تحطيها في زيت زتون بس لا عفوا هنقطعها الاول قبل ما نحطها هتقطعيها وتحطيها في زيت الزتون بعد ما تتقطع اول لما تتقطع وتحطيها تجيبي مصفح هي بتتقطع كده اهو بالوضع ده بصل على زيت زتون هتصفيها هتبقى كده بعدين تبقى كده تاني هنجيب بصل نقطعها نحطها في زيت زتون بعد ما الخلطة دي تتعمل نصفيها بتبقى بصل نصفي البصل ناخد الماء هي دي الماء اللي بتطول الرموش هتجيبي اي مصكرة عندك نخسلها كويس قوي فضية قديمة وتجيبي المصكرة وتطلعي من تحت انا طبعا مركبها رموش بس انا استأذن زميلي هتعملي من هنا لحد هنا بتحاولي وانتي بتعمليها التبعيدي عن منطقة الجفن ودوران العين من جوا يعني تغدير رمش من اوله ادي اول وصفة والوصفة دي بتتعمل ثلاث مرات في اليوم بالمصكرة لمنذ تسبوع وان شاء الله هتجيب نتيجة اخر وصفة للرموش ده فازلين زيت زيت لوسحل وده زيت خاروة فازلين زيت لوسحل وزيت خاروة بنعمل ايه خلينا نجيب ده الاول ادي معلقة و ادي معلقة و ادي معلقة وتقومي ضرباهم في بعض كده اهو وبيتحطوا على الرموش قبل ما تنامي بالطريقة دي كده اهو بعدين هنجيب المصكرة الفازية نقوموا حطينها حطين في الرموش ثلاث ايام واربعات او اربع ايام واربعات لحد ما هتشوفي الفرق بعد ما ببتدين نشوف الفرق ممكن نستعملها يوم بعد يوم او 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 ا